سيناريو وحوار فيلم قصير فاشل أضاء العالم سيناريو وحوار دكتورة ميمينة جميع الحقوق محفوظة المشهد الأول داخلي فصل دراسي صباحا مدرس يشرح على الصبورة ومن بين التلاميذ أمامه توماس المدرس ودلوقتي مين حيادر يجاو بعد السؤال ده؟ النتيجة النهائية تطلع ايه؟ عدد كبير من الطلاب يرفع يده معدى توماس الطلاب جميعا أنا يا أستاذ أنا يا أستاذ المدرس طبعا كالعادة كله رفع ايده إلا توماس مش رفع ايدك لي يا أستاذ لا يلتفت توماس ويظل محدقا نظره للصبورة بتأمل شديد المدرس أنت يا أستاذ مشمعني؟ ولا أطرش كالعادة؟ لا يرد المدرس أنت يا بني آدم فعلا أخبأ إنسان شفته في حياتي لا وأطرش كمان ما ترد يا بني آدم توماس ممكن السؤال تاني؟ المدرس يا غبي جابين لنا أطرش يطلع روحنا نتيجة التفالع ولتطلع إيه؟ توماس تعامل إيه؟ المدرس يا أطرش يا غبي يا أخبأ إنسان شفته في حياتي تفاعل مش تعامل صلح ودينك توماس السؤال أصلا غلط مفيش أي نتيجة تطلع لأن التفاعل بالشكل ده مش هيحصل أصلا المدرس حمار حمار أكتر من أخبأ واحد في أمريكا وفي الدنيا كلها اترزع قعد عتشلني حموت ناقص عمر بسببك ملتفة لباقي الطلبة؟ حد بيفهم يرد بدل الغبي ده المشهد الثاني داخلي غرفة ناظر المدرسة صباحا والدة توماس بغرفة ناظر المدرسة الناظر أعتقد حضرتك فاكرة إن ده مش أول جواب يجي لحضرتك بخصوص ابنك الأم ده رابع جواب فعلا ودي رابع مرة يجي لحضرتك الناظر ابنك مدايق كل المدرسين ودي رابع مرة يقدموا لي شكوة رسمية منه الأم هم بيضايقوا من أسئلتك كتيرة بس ده غصب عنه صمع ضعيف وإن ما بتسمعش خالص والتانية بتسمع 20% بس من الرحمة والتانية بتسمع 20% بس من الرحمة إنهم يستحملون الناظر ياريك جات على السمع وبس كنا استحملنا ده ليل نهار يسأل ويجادل وما بيزهقش وطهق كل المدرسين الأم بيسأل كتير عشان عايز يفهم أسلوب الحفظ الحفظ ما ينسبهوش لازم يفهم الأول الناظر هو بيفهم أصلا أكتر من أستاذ أجمعه على غباءه الشديد لأ وبجحته ابنك بيقول لأستاذ كيميا السؤال غلط أصلا الأم يفهمه الصح توماس لو فهم وقتنع بيبدع الناظر يبدع يا فندم ابنك لا بيسمع ولا بيفهم أصلا وصاقت في معظم المواد ومش نافع معانا وأنا آسف إن يقولك ملوش علامة عندنا تقدر يتخذيه بيتك وتعلمي براحتك ابنك مش هيقدر يجي بكرة المدرسة يا فندم تضع الأم رأسها بين يديها مجهشة بالبكاء المشهد الثالث داخلي غرفة توماس بالمنزل ظهرا والدت توماس ووالده مع توماس أثناء الاستذكار له منزليا توماس لازم تفاهميني الأول جت منين الأم عشان سبق وقولنا يا توماس إنها مجموعة اللي فاتت توماس غلط عشان اللي فاتت تلاشت وبالتالي دي كمانها تتلاشى معاها النتيجة تطلع صفر شو في حل كده من وراء الأم محدقة باندهاش لتوماس ثم للإجابة بآخر الكتاب ثم تمسك برأس توماس وتقبلها الأم صح يا توماس انت صح وانا غلط انت رائع انت عبقري الأب ليك عندي 16 دولار يا توماس عشان قريت 16 كتاب الشهر ده أهي فلوسك هتعمل بيها إيه توماس قول تاني يا بابا مستامع بتقول إيه الأب مقربا فمه من أذن توماس وبصوت أعلى ليك عندي 16 دولار يا توماس عشان قريت 16 كتاب النهار ده اهي فلوسك هتعمل بيها إيه توماس طبعا أدوات يا بابا هتلي بيهم الأسلاك والأدوات والمواد اللي قلت لك عليها الأب حاضر يا توماس بس مش شايف انك جربت يجي 100 مرة في حكاية الأسلاك دي وجربت يجي 300 مرة وما فيش حاجة منهم اشتعلت توماس عادي يا بابا أنا اكتشفت 100 مادة غير قبل الاشتعال ولا تصلح لإشعال المصباح الكهربائي الأم طب يعني بعد 100 فشل يا توماس الموضوع مش مستهل انك تغير يا حبيبي توماس قولي تاني يا ماما متسمع بتقولي إيه الأم مقاربة فمها من أذن توماس وبصوت أعلى طب يعني بعد 100 فشل يا توماس الموضوع مش مستهل انك تغير يا حبيبي توماس يا ماما أنا ما فشلتش 100 مرة أنا انجحت في اكتشاف 100 مادة غير قبل الاشتعال وسجلت كل النتائج عندي وحوصل يعني حوصل الموضوع موضوع وقت وصبر الأب في مثل بيقولي يا توماس ليس من الزكاء أن تكرر للمرة السالسة ما فشلت في عمله مرتين توماس مثل غلط يا بابا عشان الفشل هو الطريق الوحيد للنجاح الأم بس كل ولاد خلتك وولاد عمك وكل صحابك رأيهم كده كمان يا توماس انت حاولت أكتب ميب مرة مش تشوف تكريبة تانية أحسن توماس لا أنا مستمر لحد ما وصل المشهد الرابع داخلي معمل تجارب توماس مع أداءة خافتة جدا وإظلام يقترب من أن يكون داميسا ليلا أحد زملاء توماس أمامه بالمعمل وهو يخترع صوت الروي وبعد عدة سنوات الزميل توماس الدنيا ظلمت كفاية كده كم البكرة توماس لسه شايف الزميل غلق كده عينك ممكن تضعف توماس وده كمان ما ينفعش غير قبل للاشتعال يدون النتيجة فيك الرسم بجانبه الزميل ده رقم كم ده رقم كم ده توماس ده المعدن رقم 186 والتجربة ستتلاف سبعمية خمسة واربعين الزميل انت ايه ما بتزهقش بقالك كم سنة بتدور على الحاجة مش موجودة أصلا في الطبيعة يا توماس توماس ما ينفعش الحسابات بتقول لازم تكون موجودة الموضوع محتاج صبر الزميل صبر اي ده ده ولا صبر ايوبي يا اخي 186 معدن وستلاف سبعمية خمسة واربعين تجربة وتقول لي صبر انا زهقت يا توماس والدنيا ليلت ومفيش فايدة تبطل وتكمل بكرة ولا سيبك انا واروح انا زهقت فعلا توماس هاجر بالتنجستاين النهاردة اخر محاولة واخر معدن النهاردة واكمل بكرة الزميل الدنيا ظلمت خالص يا توماس انا تقريبا مش شايف حاجة ازاي انت شايف عندك توماس فاكن لما الدكتور كان عايز يعمل العملية لماما وماقدرش يعملها عشان الدنيا ظلمت واضطر يستنى لتاني يوم لما الشمس تطلع عشان يقدر يشوف وهو بيعملها وتأخير العملية خلى ماما تعبت كتير الزميل انت هتتحدى سنة ربنا في الكوني يا توماس هي ماشي كده نور وظلمة نور وظلمة ما ينفعش تنور على طول توماس متحدين هتنور الزميل باستياء انت غريب وعينة دي واللي في بماغك في بماغك وصعب جدا حد يغير رأيك سلام انا ماشي اشوفك بكرة يغادر الزميل ويستمر توماس بتجربته لدقيقة وفجأة يضاء المكان بنور قوي ايزانا باكتشاف المصباح الكهربائي باشتعال معدن التنجستاين واضاءة العالم وسط سرخات اديسون توماس اديسون وجدتها وجدتها التنجستاين العالم نور العالم نور وجدتها وجدتها العالم نور العالم نور الراوي ولم يكتفي توماس اديسون باضاءة العالم منه ولم يكتفي توماس اديسون باضاءة نور العالم حين اضاء للبشرية ظلمتها كل يوم من بعد الغروب بل لقب اديسون بصاحب الالف اختراع فقد اختراع فضلا عن المصباح الكهربائي اول آلة لتسجيل الصوت فضلا عن آلة تصوير السينما وآلة الطباعة والمنزار وجهاز قياس الكهرباء واجهزة تلغرافية متطورة ونظام لتوزيع الطاقة وسجلت باسمه براءات اختراعات عديدة ليترك العالم عام 1938 عن عمر يناهز التسعون بعد ان اضاء للعالم بعد ان اضاء للعالم كل منزل فيه قطع اشتركوا في القناة